تتأثر الخارطة السياسية والجغرافية السورية بمجريات الأحداث في جبهات القتال وفي أروقة السياسة أيضا في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أي انفراج يحرك عجلة الأزمة في البلاد قد تخرج به مفاوضات أسيتان المقرر عقدها الأربعاء المقبل تستبق روسيا الموعد بحديث وزير خارجيتها سيرجي لفروف عن استعداد تام للتعاون مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة السورية وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية أكد لفروف على ضرورة توحيد الجهود بين روسيا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا وأعربت موسكو عن أمالها أيضا في أن تشارك المعارضة المسلحة في محادثات أسيتانا سمعنا الملك عبدالله الثاني عدة مرات يقول أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية له معنى حاسم ضمن جهود المجتمع الدولي وأؤكد لكم أننا مستعدون تماما لذلك ونأمل أن تنتهج واشنطن الأمر ذاته لكن الواقع قد يكون مغايرا لما تطمح إليه روسيا فالأحداث على الأرض لا يمكن التنبؤ بمجرياتها ففي الوقت الذي انتشرت فيه قوات أمريكية في مناطق يسيطر عليها مسلحون أكراد عند الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا بعد أيام من غارات تركية تسببت بمقتل عشرات المسلحين الأكراد يرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى منطقة شانلي أورفا الحدودية القريبة من منطقة عين العرب كوباني التي يسيطر عليها الأكراد في وقت قال فيه الرئيس التركي إن تعاونا بين بلاده والولايات المتحدة يمكن أن يحول الرقة إلى مقبرة لتنظيم داعش مشهد معقد ومتشابك وربما ازداد تعقيدا بعد تجدد القتال بين فصائل المعارضة المسلحة في مناطق الغوطة الشرقية حيث خلفت الاشتباكات بين مسلحي جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى عشرات القتلى والمصابين وتحدث سكان الغوطة عن قتال عنيف بين الطرفين وحدوث إطلاق نار استهدف متظاهرين خرجوا للمطالبة بوقف الاقتتال بين فصائل المعارضة في الغوطة تأتي هذه الاشتباكات بعد عام على مواجهات مماثلة اندلعت بين الطرفين وخلفت مئات القتلى والمصابين ويضع توقيت تجددها علامات استفهام كثيرة على مدى تأثيرها على مساعي الأطراف الدولية والإقليمية الرغبة في إيجاد حل للأزمة السورية تكون البعارضة المسلحة جزءا من